وبسبب فيروس كورونا أجلت حفلات زفاف في فلسطين ما العملون في هذا المجال فهم يشكون من عكاسات ذلك سلبيا عليهم منذ أشهر والعروسان أحمد الخراز ورواند عودي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية يخططان لحفل زفافهما كل شيء كان جاهزا ومجهزا بانتظار اليوم الموعود جاهزا كروة العروس، شرية البدلة، العروس جاهزة البدلة الأمور البيت كلها جاهزة ما ضلش إشي إلا زي ما تقول بس لهو العروس فرحة العمر غير أن فرحتهما كتب لها التأجيل إثر انتشار فيروس كورونا وإعلان الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ قرر تأجيل الفرح بعد التشاور مع الأهل لكن إلى أجل غير مسمى الصدمة كانت ليس سهلة لقدم في مصلحة عامة حفاظا على الأنفس، حفاظا على الناس، حفاظا على الأهل فقررت أن أجل العرس بعض العرساني قرروا الاحتفال بالزفاف على نطاق ضيق نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لكن أحمد يقول بأنها ليلة العمر المنتظرة وسينتظر الظروف لتتغير ليحتفلا بها بعد انتهاء الأزمة يعني هذه فرحة عمر زي ما تقول يعني إلا الواحد 29-30 سنف مال ويستنى فيها عشان هذه اللحظة فما استعجلنا برك إن شاء الله ربنا يفرجها وتم مع خير يا رب في أوقات عادية مثل هذا اليوم تكون هذه المقاعد ملأة بفتيات يتجهزن لليلة العمر لكن وفي عصر كورونا كما ترون المقاعد فارغة فهذا العصر بالإضافة لتسميته بعصر الكورونا أصبح يسمى بعصر أفراح مؤجلة إلى إشعار آخر حيث أن قطاع العاملين في الأعراس هو أبرز المتضررين في ظل تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشهر ثلاثة بتبلش الأعراس وإحنا بلشت الأزمة عندنا بالأوقات اللي هي أوردي خلص الأعراس بلشت إنها هي يعني تكون موجودة في فلسطين بشكل كتير كبير نسبة العرايس اللي عم بتصلوا تليفونات وعم بأجلوا خلينا أقول نسبتهم إذا ما بدأ أقول 100% بس 90% من العرايس وقفوا حاليا منع التجمعات ومنها حفلات الزفاف والأنشطة الأخرى ضمن الجهود الرامية للسيطرة على تفشي الفيروس تسببت بأضرار لقطاع اقتصادي لا يستهان به مثل القاعات والصالات المخصصة لحفلات الزفاف وصالونات التجميل واستوديوهات التصوير والفرق الفنية ومحلات الورود ومحلات تأجير بدلات الزفاف كلهم رهن الانتظار والفرح المؤجل جمالا إحنا قاعدين في أشغالنا بس ما عم نشتغل ولا أي شيء زي ما أنت شايف ضرر يعني مش هيا يعني حجمه كتير كبير مش أنت عم تحكي عن تأجيل عرس يوم ويومين عم تحكي عن فترة مش معروفة لأمتى أزمة شلت الحياة وأجلت الفرح وعلى أمل انتهائها بسلام يعيش الشباب الفلسطيني لسيما من يستعد للزواج منهم حالة هي أشبه بما اعتاد عليه آباؤهم من تأجيل للفرح بسبب الاحتلال من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا